بسم الله الرحمن الرحيم والتي تعرف أيضاً بالـ UPS والـ UPS هو اختصار لمزود الطاقة غير المنقطعة وهو نظام بطارية احتياطي يقوم بتخزين الكهرباء بحيث عندما تنقطع الكهرباء يظل الكمبيوتر والأجهزة تعمل دون انقطاع لأنها تستهلك الكهرباء من البطارية ولكن غالباً الـ UPS بيحتوي على الكهرباء لتجعل الجهاز يعمل لفترة قصيرة بحيث في هذه الفترة يتم عمل نقطة من نقطتين النقطة الأولى هي إطفاء جهاز الكمبيوتر بالشكل الصحيح بدلاً من انقطاع الكهرباء المفاجئ عن الكمبيوتر مما يؤدي إلى تلف مكون أو أكثر من مكونات الكمبيوتر النقطة الثانية وهي أن يكون هناك مولد كهربائي احتياطي يعمل بعد فترة بسيطة من انقطاع الكهرباء بحيث يظل الكمبيوتر يعمل أثناء الفترة البسيطة ما بين انقطاع الكهرباء وعمل مولد الكهرباء الاحتياطي يوجد عدة أنواع من أنظمة الـ UPS والأنواع الرئيسية هي كالتالي عندنا الستاند باي UPS والـ UPS الأكثر شيوعاً هو من النوع الستاند باي UPS والذي سوف تجده مع الكمبيوترات الشخصية ويقوم بعمل نقل التيار المتردد من مقبس الكهرباء إلى عاكس بطارية الـ UPS وتقوم المكثفات الموجودة في الـ UPS بخفض الطاقة إلى الحد الأدنى هذا النوع من الـ UPS تعمل مع جهزة الكمبيوترات بشكل فردي ولا نجدها في كبائن الاتصالات لغرفة السيرفر لدينا الـ Line Interactive UPS وهو شائع لاستخدام لغرفة السيرفر الصغيرة ورفوف معدات الشبكة وهو يقوم بأخذ الكهرباء المترددة من مقبس الكهرباء إلى العاكس لبطارية الـ UPS ويعمل بطريقة مختلفة على الستاند باي UPS وتسمح بانتقال الكهرباء بشكل أكثر سلاسة لدينا الـ Online UPS وهو الـ UPS المعياري لمراكز البيانات التاتا سنتر حيث طريقة عمله تجعله مناسب لمراكز البيانات إذن بشكل عام نستطيع أن نقول أن الـ UPS يتواجد بعدد من الأنواع من ناحية طريقة العمل وكل طريقة عمل تكون مخصصة لفئة معينة وكذلك الـ UPS كبطارية تأتي بأحجام مختلفة فهناك من بطاريات الـ UPS التي تجعل الجهاز يعمل لمدة ربع ساعة وهناك أنواع أخرى تجعل الجهاز يعمل حتى أربع أو خمس ساعات أو أكثر كذلك عندنا الـ UPS المخصص فقط للأجهزة الشخصية يعني جهاز الكمبيوتر والأجهزة الطرفية المتصلة بهذا الكمبيوتر بينما يوجد أنواع UPS بتستخدم لكبائن الاتصالات بحيث تجعل الأجهزة الموجودة في كمبيوتر الاتصالات تعمل عند انقطاع الكهرباء وأيضا هذه أيضا تتواجد بأنواع حسب حجم البطارية فمنها ما يظل يعمل أو يظل يجعل الأجهزة تعمل حتى خمس أو ست ساعات بعضها ساعة حسب تصميم يعني إحنا بنختار حسب التصميم اللي عندنا إذا كان عندنا مثل ما ذكرنا مولد فنشوف الفترة اللي رح يتم فيها تشغيل هذا المولد فنقوم بإحضار ما يكفي ذلك إذا لم يكن هناك مولد فنحضر فترة طويلة على أساس أنه خلال هذه الفترة يتم إرجاع الكهرباء كذلك بعض الUPS عبارة عن أزرار فقط وبعضها بتحتوي على شاشة وبتحتوي بداخلها على نظام بسيط يمكنك من عمل إعدادات وخلافه فمثلا ممكن حتى تقوم بإعطاءه IP Address بحيث يتصل مع الشبكة لديك وتستطيع أن تقوم بعمل مراقبة له في حال مثلا انقطعت الكهرباء وأصبح هو يعمل فيأتيك إشعار بذلك طبعا كل ما زادت المواصفات الموجودة في الUPS كل ما زاد ذلك من سعره مولدات الطاقة مولد الطاقة يقوم بعملية توليد الكهرباء لموقع ما عندما ينقطع عن الموقع الكهرباء تتكون مولدات الطاقة من ثلاثة مكونات رئيسية وهي الوقود والمحرك والمولد يقوم المحرك بحرق الوقود لتشغيل المولد ليقوم بتوليد الكهرباء والمساطر الثلاثة الشائعة للوقود هي الغاز الطبيعي والبنزين والديزل مولدات وقود الديزل هي أكثر أنواع المولدات شيوعا والتي تقوم بتزويد الكهرباء لمراكز البيانات حول العالم ومولدات الغاز الطبيعي هي شائعة للشركات الصغيرة والمنازل المولد يتطلب وقت قصير ليولد الكهرباء بعد حدوث انقطاع الكهرباء في الموقع لذلك تقوم اليو بي اس كما ذكرنا بسد فجوة الوقت القصير ما بين انقطاع الكهرباء وعمل المولد حتى تظل الاجهزة تعمل دون ان يتم اطفاءها او انقطاعها عن العمل بالشكل الغير صحيح مما يتسبب لدينا مع الوقت بتلف الاجهزة سواء من الناحية البرمجية او من الناحية الهاردوير اللي هي المكونات الفيزيائية للجهاز كذلك هناك اجهزة نحتاج اليها في العمل ان تعمل بشكل متواصل دون انقطاع فايضا انقطاع رح يؤثر على العمل الكهرباء التي تأتي من شركة الكهرباء الى افياش الكهرباء هي كهرباء بفولتية مترددة ليست ثابتة فعندما تكون الكهرباء 120 فولت حيث سوف يزداد الفولت او ينخفض ب10 فولت ما بين ازدياد ونقصان يعني ممكن نلاقي 130 فولت او انخفض واصبح 110 فولت اغلب الاجهزة تم اعدادها لتتمكن من التعامل مع التردد بهذه الفولتية ولكن بهذه الفولتية من ناحية ايش من ناحية الازدياد العشرة فولت او الانخفاض 10 فولت لكن من الممكن ان يحدث ازدياد كبير في الفولتية مثل ان يصل الى 500 فولت لجزء من الثانية مما يؤدي الى تلف هذه الاجهزة وزيادة الفولتية قد يكون بسبب حصول الطراب في شبكة الكهرباء او وجود عاصفة وصاعقة ضربت احدى اجزاء شبكة الكهرباء بحيث عندما يضرب البرق بالقرب من خط كهرباء فانه سوف يؤدي الى ارتفاع الجهد او الفولتية الكهربائية شهاز ال-UPS يقوم بالاضافة الى تخزين الكهرباء بالبطارية والحماية من زيادة الفولتية الكهربائية ولكن بشكل محدود فاذا ازدادت الفولتية بشكل عالي سوف يؤدي ذلك الى تلف ال-UPS فيوجد دينا البروتكتور سيرج وهي كما تظهر لنا في الصور تأتي بكذا شكل لدينا الشكل الاول اللي هو عبارة عن توصيلة كهربائية مدمج بها السيرج بروتكتور تقوم بمنع زيادة الفولتية من ان تخرج منها نما يحمي الاجهزة المتصلة بهذه التوصيلة هذا على مستوى الاجهزة الفردية لدينا في الصورة الاخرى مثال على وحدة السيرج بروتكشن للخدمات الصناعية ويطلق عليها ايضا قامع السيرج لنقل الفولتية وهذه القطعة بشكل عام يطلق عليها اختصارا التيفي اس اس ويتم تركيبه عادة من قبل شركة الكهرباء المتعاقد معها والتي تقوم بتركيبه فيما بين عداد الكهرباء وسندوق قاطع الدائرة الكهربائية للحماية من ارتفاع شبكة الكهرباء وقد تأتي كخدمة تأمينية من شركة الكهرباء بحيث اذا حصلت زيادة ادت الى تلف الاجهزة فيمكنك تقديم مطالبة بالتعويض عن الاجهزة التي حصل لها تلف ولكن ضعف الاعتبار ان كل شركة كهرباء قد تكون مختلفة عن الاخرى لذلك ينبغي عليك التأكد من بنود الاتفاق قبل التوقيع على العقد خيارات استرداد الحساب من الممكن ان تحدث الكوارث بعدد من الطرق المختلفة ونتائجها لا تقتصر فقط على فقدان البيانات او مشاكل الطاقة فمن الممكن ان تتسبب الكارثة بحث حساب مسؤول النظام او حساب مستخدم مهم بدون قصد او قد يتم ببساطة نسيان كلمة السر للحساب لحسن الحظ يوجد دينا خيارات نستخدم احداها حسب الحالة فيتم استرداد الحساب بداية مع ويندوز 8 قامت مايكروسوفت بجعل الحساب الافتراضي اونلاين وكاعداد امني ينبغي عليك تغييره ولكن في حال قمت بنسيان كلمة السر وتريد استعادة الحساب فسوف تتواصل مع دعم مايكروسوفت لعمل ريسيت للباسورد لتتمكن من الدخول للحساب ولكن لتحقيق ذلك فسوف يتم مطالبتك بمعلومات للتأكد منك مثل البريد الالكتروني الخاص بك ورقم هاتفك طبعا هذا الرقم الهاتف الذي قمت بتشجيله لديهم مسبقا لكي يتم ارسال كلمة السر لك عن طريق رسالة نصية لهاتفك او لبريدك الالكتروني الـ Local Accounts او الحسابات المحلية اذا كنت استخدم حساب محلي لتسجيل الدخول الى نظام التشغيل فالخيارات سوف تكون محدودة بعض الشيء لكن لحسن الحظ في ويندوز 10 1803 يوجد خيار مدمج لعمل استعادة لكلمة السر بحيث اثناء اعداد كلمة السر لحساب مسؤول النظام فسوف يقوم نظام التشغيل بطرح ثلاثة اسئلة حماية بحيث اذا نسيت كلمة السر عندها سوف تظهر لك هذه الثلاثة اسئلة بحيث اذا اجبت عليها بالشكل الصحيح فيتم عمل باسورد ريكافري او عمل استعادة لكلمة السر طبعا هذه الاسئلة انت تكون جاوبت عليها مسبقا فبناء على اجابتك الحالية رح يتم مقارنة الاجابات السابقة فاذا كانت صحيحة رح يتم عمل استعادة لكلمة السر وبتكون بالشكل الموضح امامنا في الصورة بتجيك عبارة عن السؤال وتجاوب عليه اكتر خيار من الخيارات كاجابة هذا مثل ما ذكرنا مع اصطار ويندوز 10 1803 فما فوق اما اذا كنا نتعامل مع اصطار ويندوز اقدم وتم حذف الحساب المحلي او نسيت كلمة السر فعندها سوف يكون خيارك الوحيد هو عمل استعادة لنظام التشغيل مع العلم ان الحساب المحلي اذا تم حذفه وقمت بعمل السستم ريستور او عمل استعادة للنظام فلن يتم استعادة ملفات المستخدم صاحب الحساب المحذوف عندنا او حسابات المجال طبعا ايش الفرق ما بين الوكال اكاونت والدومين اكاونت الفرق بينهما ان الوكال اكاونت او الحسابات المحلية هي الحسابات الاسماء المستخدمين وكلمات السر التي تم انشاءه داخل الجهاز الكمبيوتر يعني موجودة في داخل الجهاز نفسه مخزنة داخل الجهاز اما الدومين اكاونت FAIR اعبار عن الحسابات اللي هي كلمات السر والاسماء المستخدمين الموجودة على الشبكة واللي بكون موجودة على سيرفر مركزي من خلاله تستطيع الدخول على الاجهزة المصرح لك الدخول عليها بهذا الحساب الدومين اكاونت وهي حسابات المستخدمين وومسؤولين نظام والتي تم انشاءها في الشبكة وهي تمتلك عدد من الخيارات أكثر مقارنة بالحسابات المحلية حيث هنا نستطيع إعادة تعيين كلمات السر بسهولة أكبر وفي حال تم نسيان كلمة السر حيث هنا نستطيع إعادة تعيين كلمات السر بسهولة أكبر في حال تم نسيان كلمة السر كذلك عند إغلاق الحسابات نستطيع أن نقوم بإعادة تنشيط هذه الحسابات كذلك نستطيع توزيع الأذونات أو الصلاحيات على هذه الحسابات وتحديد عدد المحاولات الفاشلة للدخول على الحساب والتي من بعدها يتم إغلاق الحساب في Windows Server 2008 R2 ظهرت سلة المهملات للـ Active Directory والتي ينصح بتفعيلها لأنها تلقائيا غير مفعلة بحيث أي حساب دومين يتم حذفه فسوف يذهب إلى سلة مهملات Active Directory وكل ما عليك فعله هو النقر بالماوس نقرة يمين على الحساب والذي سوف يكون كائن Object واختيار استعادة له كذلك يوجد طريقة أخرى لاستعادة كائنات Active Directory وهي عن طريق النسخة الاحتياطي للـ Active Directory كفني سوف تكون القدرة التقنية وحدها غير كافية فسوف تحتاج إلى أن تظهر الاحترافية بالملبس وبالتصرفات وهناك الكثير من التصرفات الخاطئة التي تكسر الاحترافية لديك في منهج الـ A Plus سوف يتم التكلم عن جزئين متعلقة بالاحترافية الجزء الأول وهو التواصل والجزء الثاني السلوك التواصل مع العملاء تبدأ عملية التشخيص السليم للمشكلة في جهاز العميل أو المستخدم طبعا إيش الفرق ما بين لما نقول جهاز عميل أو جهاز مستخدم جهاز العميل وهو عندما تكون أنت فني صيانة لديك محل تعمل فيه ويأتيك العملاء معهم أجهزتهم لتقوم بإصلاحها هذا يطلق عليه عميل أما إذا أنت كنت موظف في موقع مثلا هذا الموقع عبارة عن مستشفى شركة إلى آخره وهذا الموقع بيحتوي على موظفين والموظفين بيستخدموا الأجهزة الكمبيوتر أنت مسؤول عن تقديم الدعم والصيانة لها فعندها بيطلق على مستخدمين هم فعليا غير ملاك لهذه الأجهزة مثل العملاء وإنما هم مصرح لهم من قبل الشركة وإدارة الشركة أن يستخدموا هذه الأجهزة ولكن في النهاية الأجهزة بتكون ملكية خاصة بالشركة طيب إيش الفرق؟ هناك فرق رح نشوفه ويعتبر فرق مهم وهي ملكية الجهاز فعندي العميل اللي بيجيني مثلا في المحل أو أنا بقدم مثلا خدمات الصيانة للمنازل العميل هو صاحب هذا الجهاز فهو يعتبر صاحب الكلمة العليا فيما يتعلق بهذه الأجهزة لماذا؟ لأنه هو المالك لهذه الأجهزة أجهزته الشخصية بينما في موقع العمل المستخدم ليس هو صاحب الكلمة العليا فيما يتعلق بالأجهزة كون هذه الأجهزة هو فقط مصرح له أن يستخدمها فيما يتعلق بالعمل ولكنها تتبع الإدارة الخاصة بالموقع فبالتالي صاحب الكلمة العليا حتكون الإدارة فعندما تحدد الإدارة شيء ما أنه ممنوع أن يتم على هذه الأجهزة ولكن المستخدم يريد أن يخالف ذلك فلا يحق له ذلك لماذا؟ لأنه هو فقط مستخدم لهذه الأجهزة مصرح له باستخدامها ولكن الأجهزة في النهاية هي ملك لإدارة الشركة أو إدارة المشتشفى أو إدارة الجهة الحكومية إلى آخره وهي من تقوم بوضع القوانين المتعلقة بكيفية استخدام هذه الأجهزة وهي صاحبة الكلمة العليا هذا هو الفرق ما بين لما نقول جهاز خاص بعميل أو جهاز خاص بمستخدم وعموماً الكلام اللي رح نتكلمه رح ينطبق بشكل كبير سواء على العميل أو المستخدم لكي تبدأ عملية التشخيص السليم للمشكلة في جهاز العميل أو المستخدم فتكون البداية من ناحية فن العلاقة مع العملاء والمستخدمين بحيث تظهر له الثقة وتصطيق كل ما يقوله العميل في نفس الوقت احتفظ بداخلك على شك خفي بحيث داخلياً تصطق كل شيء أخبارك به العميل أو المستخدم ولكن هذا لا يعني أنك لا تثق به يعني كون أنه فيه شك داخلي بداخلك هذا لا يعني أنك لا تثق بالعميل أو المستخدم الفكرة أنه ليس كل ما قاله العميل أو المستخدم هو يمثل القصة الكاملة فمن غير قصد من العميل أو المستخدم قد يكون نسية أن يقدم لك بعض التفاصيل الهامة أو لكونه ليس بشخص تقني فقد تختلط لديه بعض الأمور وبالتالي يخبرك ببعض المعلومات الخاطئة على سبيل المثال قد يشتكي عميل من أن محركة بسيدي روم لا يعمل ما لم يقم بذكره لك أنه قام بتثبيته على الجهاز وعندما قمت بفحصه وجدت تم استخدام مسامير طويلة جدا في عملية التثبيت مما يمنع رف أو درج محرك القرص المضغوط من الخروج بالشكل الصحيح عندما يتم نقر الزر فيما يلي بعض الاقتراحات لتسهيل تواصلك مع العميل استخدم لغة مناسبة من المحتمل أن يكون المستخدمين النهائيين اللي هم مصطلح المستخدمين النهائيين هم المستخدمين الذين يستخدمون هذه الأجهزة وكذلك العملاء قد يكونونهم أقل إلماما بالكمبيوتر منك أنت كفني لذلك قد لا يعرفون اختصارات الكمبيوتر أو المصطلحات المتعلقة به وإذا قمت باستخدام هذه الاختصارات والمصطلحات أمامهم بشكل مفرط فسوف يكون لذلك أثر سلبي فقد يجعل العملاء يشعرون بعدم الراحة للتواصل معك وقد يشعرهم بالغباء مما قد يجعلك منعزل لذلك عندما تبدأ بالتواصل مع العميل من خلال توجيه الأسئلة له سوف يتبين لك ما إذا كان العميل لديه معرفة تقنية أم لا وبناء على ذلك رح تتواصل معه باللغة المناسبة التي يفهمها العميل ضمن المستوى التقني له طبعا لظهر لك من خلال أنك وجهت الأسئلة له رح يتبين معك مستوى هذا العميل أو المستخدم اطلب من العميل أو المستخدم إعادة تمثيل الخطأ فمثلا عندما يقول لك العميل أو المستخدم أن هذه القطعة لا تعمل فاطلب منه أن يريك كيف يبدو شكل لا يعمل في هذه الطريقة ترى الظروف والطرق التي تحدث بها المشكلة فقد تكون المشكلة أن العملية تتم بشكل غير صحيح أو أن العملية تتم بترتيب خاطئ لذلك هنا عليك الانتباه لما يقوم به العميل لمراقبة كيفية حدوث المشكلة تحديد التغييرات الأخيرة يمكن أن تحصل من العميل أو المستخدم على معلومات حول المشكلة تساعدك في تشخيصها وحلها عن طريق حصولك على المعلومات عن طريق الطرح الأسئلة المناسبة والسؤال الأكثر أهمية هو أن تسأل ما الذي تغير وذلك لأنه عادة المشكلة لا تظهر من العدم فمثلا هل حصل سقوط للجهاز هل كان هناك انقطاع مفاجئ للكهرباء أثناء عمل الجهاز وغيرها من الأسباب حيث أن الفكرة هنا معرفة ما هو آخر ما حصل للجهاز وظهرت بعده المشكلة على الجهاز حيث غالبا سوف يكون هناك ارتباط فيما بين ما حدث مؤخرا على الجهاز وما بين المشكلة التي ظهرت على الجهاز كذلك قم من خلال الأسئلة التي توجهها للمستخدمة والعميل قم بمحاولة الحصول على أكبر قدر من المعلومات حول المشكلة لأن هذا سيساعدك في تحديد واكتشاف المشكلة استخدام المعلومات التي تم جمعها بمجرد تحديد المشكلة أو المشاكل بوضوح خطوتك التالية هي عزل الأسباب المحتملة من التقنيات الشائعة لمشاكل الهاردوير والسوفتوير على حد سواء هو تجريد النظام إلى الأساسيات مع الهاردوير يتم إزالة القطع حتى الوصول إلى القطع الأساسية التي لا يعمل الكمبيوتر إلا بها أما مع السوفتوير فقد يعني ذلك تعطيل العناصر مع الديفايس مانيجر وبشكل عام يمكنك إعادة بناء النظام تدريجيا حتى تصل إلى المكون الذي تظهر بسببه المشكلة مما يجعلك تتعرف على المكون الذي سبب المشكلة التواصل هو المفتاح يعتبر التواصل المهارة من أهم المهارات فمن المهم أن تستمع إلى عملائك سواء كانوا عملاء حقيقيين بالمعنى التقليدي للكلمة أو كانوا مستخدمين في الموقع الذي تقدم له الدعم الفني كذلك أنت بحاجة لأن تكون مستمع جيد مع المدراء والموردين وكذلك العكس تحتاج أن تتأكد من أن الآخرين الذين تتعامل معهم هم يستوعبون ما الذي تقوله لهم وبأنهم يفهمونه بالشكل الصحيح الرضا العميل مهم مع كل وسائط الاتصال سواء كنت تقدم الدعم الفني بشكل مباشر في الموقع أو عبر وسيط مثل الهاتف أو البريد الإلكتروني وغيرها من طرق المراسلات هنا سنتكلم عن النقاط متعلقة بكل الحالتين فإذا كنت في الموقع فاتبع القواعد التالية عند وصولك للموقع قم بالبحث عن الشخص الذي تتواجد بجهازه المشكلة تأكد من أن المستخدم يعرف أنك تعمل على حل المشكلة وظهر موقف إيجابي وثقة بحل المشكلة استمع باهتمام لما يقوله العميل وتجنب مقاطعته وظهر له أنك تستمع له وتحترم ما يقوله إذا كانت النقاط التي يذكرها لك كثيرة فقم بتدوينها كملاحظات وأنت تستمع له قل له أنا استمع وسأقوم بتدوين بعض الملاحظات للتأكد من أنني لا أنسى شيئ ما كذلك شارك شعور العميل بالحاجة الملحة حيث أن ما قد يبدو لك بمشكلة صغيرة هي تظهر العميل كما لو كان العالم ينهار من حوله كن صريح وعادل مع العميل واشرح له ما هي المشكلة وما الذي يمكنك عمله لمنع تكرار هذه المشكلة تعامل مع الشكاوى بالمهنية قدر الإمكان وفي حال قمت بارتكاب أخطاء فتحمل مسؤوليتها ولا تحاول أبدا إلقاء اللوم على مكان آخر كذلك تجنب الجدال مع العميل فهذا الجدال لا يخدم أي غرض والحل مع غضب العميل هي جعل الخلاف بأقل قدر ممكن وتذكر أن الهدف هو الحفاظ على العميل وليس كسب الجدال عند الانتهاء من مهمة ما قم بإخبار المستخدم أو العميل بأنك انتهيت وإذا لم تتمكن من العثور على العميل أو المستخدم فقبل المغادرة ضع ملاحظة على جهاز العميل بأنه قد تم حل المشكلة كذلك سوف يتوجب عليك أيضا ترك وسيلة تواصل ليتمكن العميل من خلالها بالاتصال بك وذلك في حال إذا كان لديه أي أسئلة واستفسارات ذات علاقة بالمشكلة التي تم حلها كذلك ينبغي عليك إخبار مديرك بأنه تم إنجاز المهمة إذا كنت تقدم دعما فنيا عبر الهاتف فعندها ضع في اعتبارك الإرشادات التالية قم دائما بالرد على الهاتف بطريقة احترافية مع ذكر اسم الشركة واسمك يمكن لاستخدامك لاسم العميل أن يقوم ببناء علاقة بحيث استخدم اسم العميل مثلا صالح خالد يوسف ولا تقوم باستخدام اسم العميل في كل جملة ولكن استخدامه من حين لآخر أثناء تواصلك معه هاتفيا سوف يقوي علاقتك معه بشكل جيد أبذل جهد مركز لمعرفة المستوى الفني والتقني للعميل لكي تتواصل معه ضمن هذا المستوى وليس فوق هذا المستوى أو أقل منه إن أهم مهارة يمكنك انتلاكها هي القدرة على الاستماع الجيد لأنه من الخطأ أن تقوم بالتخمين أو الاستنتاج قبل سماع كل ما لدى العميل ليقوله كذلك لمعرفة ما لدى العميل من معلومات قم بطرح الأسئلة على نطاق واسع ومن ثم قم بتضييقها للمساعدة في عزل المشكلة فيمكنك مثلا طرح الأسئلة التالية هل الطابعة متصلة؟ هل هو متصل؟ هل هناك أي أضواء تعمل وتحدث لها وميض على الجهاز؟ وأثناء تعاملك مع المشكلة عبر الهاتف فيجب أن تتعامل معها كما لو كنت في الموقع فقم ببذل قصارى جهدك لحل المشكلة ولا تقم بمجادلة العميل لأن الهدف الأساسي هو الحفاظ على العميل وقم بإغلاق المشكلة فقط عندما يكون العميل مقتنعا بأن المشكلة قد تم حلها عند إنهاء المكالمة فقم بإغلاقها بطريقة مهدبة بحيث تكون الطريقة الأفضل غالبا هي شكر العميل على صبره وتعاونه التواصل في كل مكان كل مهنة تقريبا تؤكد على أهمية التواصل الجيد ومن ضمن هذه المهن مهن تكنولوجيا المعلومات من النقاط المهمة أثناء التواصل هي كالتالي لا تأخذ الأمور على محمل شخصي فغضب العميل هو ليس لشخصك أنت وإنما بسبب المشكلة من الطبيع أنه لا يوجد مهني يعرف كل شيء في مهنته خصوصا في مجال متشعب ومتعدد الفروع مثل تقنية المعلومات لذلك لا تخجل عندما لا تعرف الإجابة على شيء ما أن تقول أنك لا تعلم حاليا الإجابة ولكنك تعلم أين ستجد الجواب وسوف تعود للرد على سؤال العميل في أقرب وقت ممكن كن متفهم لشعور المستخدم فإذا اشتكى لك المستخدم بأن النظام الذي يعمل عليه والمسؤول أنت عن تقديم الدعم الفني قال لك أن هذا البرنامج أو النظام بطيء فلا تقم بالرد بطريقة دفاعية بل قم بإخبارهم بأنك تأخذ شكواه بمحمل الجد وأنك تحقق في الأمر بعد ذلك حقق في الأمر إذا كان البطء طبيعي عندها تقوم بالعودة إليه وإخباره بأن النظام يعمل بالسرعة الطبيعية إذا طبعا اكتشفت أن البطء غير طبيعي فعندها تعتبر هذه مشكلة وتقوم باتخاذ الخطوات لحل هذه المشكلة لا تدع آراءك الشخصية أو مشاعرك بأن تكون عائق في طريق الشكوى الحقيقية دائما قم بمحاولة وضع نفسك في مكان المستخدم أو العميل كن متعاطفا مع العميل حيث أنه إذا كان يتوجب سحب الجهاز من العميل لبعض الوقت يوم أقل أو أكثر وشعر العميل بالإحباط فظهر له التفهم حاول تقديم حلول ترضي الجميع بحيث ترضي الدعم الفني والعميل عند ضرورة إجراء تغيير ما فغالبا الأشخاص ومنهم المستخدمين بيكونوا غير مرتاحين للتغيير لذلك قيامك بشرح الفوائد من التغيير سوف يساعد المستخدمين على تقبله كن دائما إيجابي ومتفائل قم دائما بزيادة مهارة الاستماع لديك إلى هنا نصل لنهاية هذا الفيديو كان معكم حسن مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة